لو أنت مش عارف الموقع ده يبقى أنت فيتك كتير بص كده لما يجي أقوله أغرب الأسئلة اللي بيسألها الطلاب والمعلمين والمهندسين والمبرمجين والأطباء ممكن يبعث لك أسئلة غريبة جداً وكمان هيقدر يجاوب لك عليها لو أنت عاوز تخيل كمان لما تيجي تطلب منه أن هو يكتب لك أي كود برمجي أنت كبو مرمج يقدر يساعدها لك ويعملها لك كمان ويكتبها لك كذلك برضو أنت لو دكتور لو أنت حابب يكتب له العلاج أو كمية العلاج يقدر يكتبها لك وأنت كمهندس بتستخدم الأوتوكاد ليقدر هو يساعدك في المشاريع بتاعتك بالكامل دلوقتي لازم تسجل في حساب تشات جي بيتيب العربي ويلا بينا أسر معناكم ورحمة الله وبركاته منصف تشات جي بيتي منصف الزكاة الاصطناعية المتخرع من شركة OpenAR منصف تشات جي بيتي في السعودية ومصر أقول لك إزاي تقدر تنشئ حساب عليه لو أنت حابب تنشئ حساب على تشات جي بيتي منصف الزكاة الاصطناعي وفي الدول المحزورة واتبقى أغربها في الدول العربية ما فيش حد بيقدر يستخدر المنصفها ديئة ويعمل حساب عليها لكن انت لو عاوز تشتري حساب على هتشتري على طول من خلال الرابط اللي سابوا لك في التعليقات بتوصل عبر او مواقع التواصل الاجتماعي وعلى طول هتلاقي فيه اسعار لبيع حسابات ويلا بينا كده نبدأ الشارع بعد انك نروح بقى نعمل حساب على اول حاجة بتروح عندك على جوجل هنا بتكتب هنا تمام بعد كده هنا بتغضط على اول رابط موجود عندك اللي هو تشتري في تي ده سيناك من الاعلان لان الاعلان ويجيبها الموقع الرسلية. دلوقتي بوغط عنها عندي كلمة او تسجيل دخول. انا هنزل معي وهنا بقولك اكتب البريد الالكتروني. لو انت حابب تكتب البريد الالكتروني خاص بك لانت حساب جوجل او حساب اي كلاود ما فيش مشاكل لكن دلوقتي لو انت عاوز تنشئ حساب اللي هو حساب المؤقت اكتب بس مهمل او موقع مهمل. تمام? اضغط على اول وعد كده بعد كده بقولك مهمل بريد مؤقت عربي. اضغط على انت شاء بريد عشوائي. زي ما انت شايف كده انت بس كل عليك بتعمل تغيير لو في اي مشاكل في اكاونت. زي ما انت شايف كده بضغط على اكاونت او البريد بتاعي زي ما انت شايف عمل قبي او نسخ. دلوقتي بروح عندي بحط هنا الاميل بتاعه الاميل ادرس اللي انا كنت جايبه من موطع مهمل. بعد كده اضغط عنا على كلمة وهنا هناك اكتب الباشورد بتاعك اكتب الباشورد اللي انت عاوجه بس انه يكون عندها فاكرو ويكون صح. دلوقتي بضغط عندي على كلمة كونتينيو هنا بس قبل ما تضغط على كونتينيو حاول تنزل اضافة اسمها اللي هو عشان تغير الموقع بتاعك لانه زي ما انت عارف للأسف مش مفتوح في الوطن العربي او الدول العربية. اضغط على وعمل اضافة بين اضافة دي اللي هي بتضغط عندك انا على بعد كده بتضغط عندك على كلمة بس انا اضيفها عندك انا. عود بس تعمل لها اللي هي تفعيل للاضافة. بعد كده بترجع تاني بتضغط عندك على كلمة كونتينيو. المهم ازاي لو اترك بتفعل الاضافة دي بحيس انها تتباير الموقع بتاعك. وخلاص كده بعت رسالة تحقق بتعمل عن طريق ضغط على السهنين دول. ازعر لك رسالة التحقق دي وبعد كده بتضغط عليها وبتستنى لحد ما يتم تحويلك على الاصلي. في صفحة من دول هتفتح لك اكتب اسمك واللي باسم العشيء بالدعك والعجوان او التاريخ الميلاد الخاص بي كمتا. لو انا شرح السريع ممكن توقف الفيديو وترجع تاني ترجع كل الكلام اللي انا قطوة بقى ده. هنا بتكتب اسمك الاول واينا اسمك الاخير. اكتب برضو بالتفصير زي ما هو مكتور في الطاقة. وهنا بتكتب التاريخ الميلاد الخاص بي كمتا. اضغط عندك على كلمة كونتينيو علشان يبدأ يفتح لك الصبحة دي. لو مفتح لكش الصبحة دي وقال لك ان الصبحة غير ممتاحة هيبه انت ما فعلتش الفي بي انت او ما فعلتش شعار او غير الموقع او شعار غير الموقع ده. عم اتبوش انت اول. دلوقتي احنا هنجيب رقم تلفون. وده هيبقى المشكلة ومشكلة ياس كتير قوي. وهيبقى الرقم مدفوع. طيب ازاي اننا اجيب الرقم. هسيب لك الرابط محبوط الطبيب داعك اسمه بانج مي والطبيب داعيه في الوصف او التعليق. دلوقتي انت بتنزل الطبيب قل دا عليك بس بتروح عندك على كمة موات اكيد قدامك ده كده. انا بقول لك اختار المنصة اللي انت عاوز عنك سواء كان او غيره. انا اختار تشات جي بي تي. يفضل انك تختار الرقم اللي هو خاص بالولايات المتحدة الامريكية او المملكة المتحدة. يفضل انك اختار المملكة المتحدة لان هو النشاطين معك. اللي هو فيها تمام? انزل تحت كده شمية وضغط عندك على بعد كده انا بيقول لك ان انا بعدت لك الرقم حاول بقى تضيف الرقم ده في المنصة بتاعتك. قلنا لعليك بس انك بتعمل لها الطبي بتضغط عندك على العلامة الطبي دي. وانك ان الرقم التليفون خلاص تم نسقه. اني ماذاك بقى انا هعمل ايه? هتروح عندك على الرقم ده وطول له هنا كينجدوم. اكتب بس يو اين? والدور على كينجدوم اللي هي او الواحدة دي. وبعد كده بطول له هنا بس. اللي هو النص. تمام? بعد كده انا عندك على سيند كود. الغط على سيند كود وهتستنى شوية كده لحد ما يتم ارسال الرسالة هنا. عطاء تعمل كده اكتر من لر حد ما يتم زمون الرسالة دي كده. قالك هنا تمنمية وعشرة متين تسعة وتمانين. تمنمية وعشرة. متين. تسعة وتمانين. وزي ما انت شايف كده احنا انشاءنا منصة على وخلاص كده تم توجيهه بالفعل على المنصة. لو انت وصلت معي للفيديو او اللحظة دي. الحساب ده اول اول واحد انا هبعط لحساب ده مجاني. طيب. في الوقت ده هشوف ده من جوة لحساب زي ما انت شايف كده انا انشاءت الحساب. تقدر انت تبعطه اي حاجة انت اعوزها. اي حاجة انت خالها في جمعك. دي مش دردشة زي كما كان بالضبط واحد عنده خبرة مئة سنة في كل المجالات. يعني مش اي او اي منصة. بصراحة المنصة دي جنبا جدا. فيه قلنا بالناس متعرفش يعني المنصة دي. المنصة دي لو انت مهندس هتساعدك كتير بشغلك. لو انت بكتور هتساعدك كتير بشغلك. انت قطالب او معلم او شغلت في اي مجال. هيساعدت في المجال بتاعك بس مورد من تسأله اي اسئلة. اي طريح لها. اسئلة الرئيسة في حياتك. حتى كمان ممكن يكون هو كطبيب لس بيك. حيس ان اتقدر تتكلم معه اي ورد عليك. بل كمان ممكن يحله شكلك كلها اللي انت عاوجه. هتلاقيه موجود في مصر. هتقدر تعمل حساب عادي. لو انت ما قدرتش تقدر تشتري الحساب بقى هتلاقي رابط الشراء موجود فيه التعليقات او الوصفة. بش هو تواصل عبر او تواصل عبر الواتسابة. وانا هبعت لك الحساب وعطوه او في ناس عاموك انت بعت لك الحساب معايا. بس تدفع السعر الحساب ويوصل لك الحساب بتاعك على الاكاونت او بوصل لك على الواتساب. لو انت حابق بتعمل انت في نفسك الخاصية دي. ممكن تشتري اه يعني تشتري انت القينات او تشتري انت الربطة منه. زي ما انا شرحت قبل كده. افضل في مصر بتدارس تجبيمة علشان تقدر تشتري الرقم ده. بتقدر تصفع البيئة حسابك على وبكده انا شرح انتهى عن انشاء حسابه على اتشار جي بي تي. ونشوفكم في حلقة جديدة ورابطة تاية حاجة توصل معك في الكومنتات. وليس لا تنساش تضعبني بلايك وسبسكراب للقناة. ونشوفكم في حلقة جديدة مع السلامة.